في الحلقات السابقة تكلمنا عن أنه عندما سيطر الأمويون الحكم صاحبه إنعدام استقلال القضاء والسيطرة على بيت المال وبالتالي ظهور الترف صاحبه غياب الشورى مما أجبر الناس لإنزواء وعدم التقدم في المنظومة السياسية وأدى إلى ظهور عقيدة الجبر والإرجاء وفكة سوء الزمان الذي نعاني منها حتى الآن وميلاد القدرية وفكة الانسحاب من التقدم في الدنيا مما أدى إلى ظهور الزهد وبدأة التصوف وظهور حركة المعتزلة هذه الحركة الكبرى التي ظهرت في هذه الأجواء للرد على هذه المعتقدات ولحل إشكاليات الجبر وقضية الآخرة والثواب والعقاب والتوحيد والمبالغة فيها وفكة المنزل بين المنزلتين والوعد والوعيد والتشدد عليها ناتي الآن إلى الشاهد الثاني لما أفرزته هذا العصر وهو الإمام أبو حنيفة ولد الإمام أبو حنيفة سادى ثمانين للهجرة وتوفي سادى المئة والخمسين للهجرة الإمام أبو حنيفة كبير الفقهاء وأكبر الفقهاء سنا شهد فترة العصر الأموي وفترة العصر العباسي وكان شاهدا على عصرين والتحولات الموجودة بينها عندما نقول أن أبو حنيفة ولد في السنة الثمانين للهجرة نقول بشكل آخر أنه كان قريب عهد في تغيير فكرة الخلافة من أل البيت أي من الحسن الإمام حسن إلى معاوية وكان قريبا من حادثة ثورة الحسين التي اندلعت في السنة الواحدة والستين للهجرة وبالتالي مقاتل أل البيت كانت قريبة منه وللعلم أن أبوه كان صديقا للإمام علي رضي الله عنه وهو من أصول أفغانية من كابو وأهله تجار وهو تاجر محترف وابن سوق كما يقال وكان عنده ثروة وعنده علم وفي السنة الخامس والسبعين الهجرة ولي الحجاج وما أدراك ما الحجاج فذاكرت أبو حنيفة مليئة بهذه الأحداث وهو يمكنك أن تعتبره علوي الهوى ولي أل البيت مثل والده لكن علينا العلم أن التشيع آنذاك كان تشيعا سياسيا وليس التشيع تشيعا عقديا كما نراه الآن لأنه إلى الآن لم يتحول التشيع إلى تشيع اعتقادي كان التشيع آنذاك سياسيا أي الرغبة بمجيء آل البيت فبهذا المعنى كان أبو حنيفة من محب آل البيت وكان يرى أن الخلافة يجب أن لا تغادر آل البيت لذلك يجب أن ندرك أنه لم يكن في ذهن أبو حنيفة موضوع الخلافة بالمعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا الآن وهو الإختيار الحر حيث كان في ذهني أن يكون الخليفة كابلة العائلة تجتمع أسرة آل البيت ويختارون أفضل واحد منهم ويصبح هو خليفة المسلمين وهو في العشرينات من عمره شهد وفاة وموت عمر ابن عبد العزيز مسموما أيضا ذاكرة أبو حنيفة محملة بهذه الحادثة وفي نهاية الحكم الأموي تمت ثوات العباسيين وسقط الحكم الأموي وحضر المشهد أبو حنيفة لذلك علينا أن نصلت الضوء على الإمام أبو حنيفة لأنه مهم جدا سنراه في العصر الأموي أنه كان مشكوكا فيه من قبل الدولة ومعروف بهواه لآل البيت والدولة كانت لها عيون أي لها جهاز استخبارات ضخم ترصده في حله وترحاله ماذا يقول في مجالسي ماذا يتحدث أين يذهب كان مراقبا وفي نهاية الدولة الأموية شكوا فيه شكا كبيرا أنه فيه شيء وأن هناك شيء يحصل ضدهم وهو مشكوك فيه أفضل فقالوا له تعالى عندك شيء ما وعندك علم وتعمل شيء ما فقالوا لا قالوا ما دام ليس لعندك شيء فسنترح عليك أن تستلم القضاء الإمام أبو حنيفة يرى أن السلطة الأموية غير شرعية ومختصبة لحق الخلافة وإنها لا تحكم الإسلام كما يعرفه هو فرفض أن يتولى القضاء هذا هو الدليل الذي كان عنده من قبل الأمويين لذلك كان رد فعلهم أي رد فعل الحكم الأموي له عندما لم يستلم القضاء هو أنه ضرب ضربا شديدا على رأسه بالصياد وسجين وتورم رأسه ووجهه من كثرة ضربه كما تقول الروايات لذلك فر إلى الحجاز ومكث فيها ساتا مختفيا عن الأنظار ثم لما سقطت الدولة الأموية عاد أبو حنيفة إلى الظهور وبدأ العصر العباسي لكن الغريب أنه نشأ صراع بينه وبين العباسيين أيضا بنفس الشاكلة فقد حدث صراع بين العباسيين وبين أهل البيت صراعا دمويا ثورات من أهل البيت على العباسيين للاسترداد حقهم في ولاية أمر الأمة وكانت تقوم الثورات وكان أبو حنيفة يدعم هذه الثورات بالمال وأحيانا بالفتوى والرأي إلى أنه وقبل وفادي بخمس سنوات قامت حركة كان يظن أبو حنيفة أن هذه الحركة هي فرصة للنجاح والاسترداد الخلافة إلى أل البيت وكانت هذه الحركة تسمى بحركة النفس الزكية فقام أبو حنيفة بدعم هذه الحركة بالمال ودعا لها ولكن لما قضي على الثورة أوتي بأبو حنيفة متهما بدعم هذه الحركة فجلد جلدا شديدا مات بعدها بأيام الآن نحن نحتاج أن نكتشف شيئا في هذا العصر أنه أول فقيه وأول مدرسة فقهية كبيرة عندنا ولدت ونشأت في هذه الظروف وبالتالي من الطبيع أن كتاب الفقه أو تدريس الفقه لم يبدأ من المساء الكبرى المتعلقة بالحرية والعدالة والنظام السياسي بل بدأ من الجزئيات الطهارة الصلاة الصيام وما إلى ذلك لأن الفضاء لا يسمح بأكثر من ذلك لكن مع الأسف سيظل أثرها ممتدا إلى يومنا هذا إن الفقه لم يولد له نظام ناظم بل نحن نتحرك في جزئياته باستمرار وها هو أبو حنيفة وعصره كما ترى لنا في تاريخ أبو حنيفة والتحدث عنه الآن نأتي إلى الشاهد الثاني وهو الإمام مالك فقد ورد الإمام مالك في الساعة الثالثة والتسعين من الهجرة وتوفي في الساعة المائة والتاسعة والسبعين أي هو أصغر من الإمام أبو حنيفة بثلاثة عشرة سنة وكانت كل حياتي في العصر العباسي وإن كان شهد العصر الأموي الإمام مالك مر بمراحل لكنه لم يكن في عنف أبو حنيفة بمعنى التحدي فكان أبو حنيفة يعلن عن آرائه بشكل صريح بينما الإمام مالك كان يمسك العصى من الوسط فبعثه واحد من الناس الذي مهمته هو الكشف عن نوايا والأسرار من الحرس من الاستغبارات فذهب إليه فقاله هل يجوز قتل الخارجين على الخلفاء فنظر إليه الإمام مالك وقال قال يجوز إن خرج على مثل عمر بن عبد العزيز أي أنه غير عمر بن عبد العزيز بمفهوم المخاذفة لا يجوز لكن هذا الجاسوس قال له فإن لم يكون مثلا عمر بن عبد العزيز فقال له الإمام مالك دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم الله من كليهما طبعا حتى اليوم فقه الإمام مالك يسري علينا وعلى علمائنا وهذا الدعاء الجاري حتى الآن وهو اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج من بين أيديهم سالمين أي ليس لدينا باع في هذا الأمر فرب العالمين هو سيتولى الأمر الظالم سيأتي بظالمين ونحن سنخرج من هذه الفتنة من بينهم سالمين ونحن الذين سنفوس بدأت خط من هذا النوع ينشأ في الفكر الإسلامي وستظل آثاره إلى يومنا هذا لما جاء العصر العباسي طبعا المدينة ومكة كانتا مؤيدتين لآل البيت باستمرار ففقهاء أهل المدينة ومكة كانوا مؤيدين لهم بل وكان أساتذة الإمام مالك ومن بينهم ربيعة الرأي ابن أبي ذؤيب كلهم كانوا مؤيدين لثورات آل البيت على الحكم الأموي ومالك كان يلتمس طريقا وسطا المهم الخليفة المنصور العباسي دعا يوما ما فقهاء المدينة من بينهم الإمام مالك وابن سمعان وابن ذؤيب وسألهم ماذا تقولون في وماذا تقولون في حكمنا ابن سمعان قال له قولا شديدا وابن ذؤيب أيضا قال له قولا شديدا أما الإمام مالك فقال سألتك بقربك من رسول الله إلا أعفيتني فقال المنصور له أعفيناك طبعا كان من مصلحة المنصور أن لا يلحى عليه فيقول لا سمح الله له قولا شديدا وينتشر الخبر وقد يؤدي إلى حدوث اضطراب ومشاكل في مكة بل وأصبح من هذا اليوم عندما عفى عنه المنصور من الجواب أصبح الإمام مالك مقدما في المدينة على بقية العلماء والآن سيختفي أساتذة الإمام مالك من ساحة العلم في المدينة وسيصبح الإمام مالك هو العالم والفقه الأول في المدينة استمر المنصور في قلقه من العلماء والفقهاء الموجودين فيوم من الأيام قام المنصور بدعوة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وابن أبي ذؤيب وسألهم ما هو رأيكم في حكمنا؟ الإمام أبو حنيفة والإمام ابن أبي ذؤيب قالوا له صراحة قولا شديدا وقالوا أنتم كذا وكذا وكذا يعني كان قولهم كاسحا أما الإمام مالك ففي هذه المرة قاله قولا غريبا قال يا خليفة المسلمين لو لم يرق الله أهلا لذلك ما قدر لك ملك أمر هذه الأمة أي ما دام الله قد قدر لك ذلك فيعني أنك يعني أنك جيد وأنه قد اختارك الله لشيء ما وانتهى الموقف طبعا بعد هذه الحادثة أدم الإمام مالك مثل ما قال عمران بن حطان الخوارجي لو كنت مستقرا يوما لطاغية لكنت المقدم في سري وإعلاني لكن أبد لي آيات مطهرة في محكم الذكر طاها وعمراني فاقترب خطوة نحو السلطة واقتربت السلطة منه خطوتين فقدموه وأصبح هو البارز في المدينة لكن لما بدأت تظهر بوادر حركة النفس الزكية التي قامت في ساة الماء والخمسة والأربعين الهجرية من الهجرة وكان كل فقهاء المدينة مع هذه الحركة الإمام مالك ترك مساره الوسط ومال إلى حركة النفس الزكية فكان الناس يسألونه في قضية البيعة وكيف ستكون في حركة ضد حكم ولنا معها بيعة في عنقنا فقالهم طلاق المكره لا يقع فالشخص المكره لا تنفذ فيه الأحكام لكن لما سقطت حركة النفس الزكية أوتي بمالك بهذا الإمام الجليل وجلد في أسواق المدينة كما يجلد اللصوص والمجرمون طبعا كان الإمام مالك ذهيبة وشخصية قوية فقد كان نحيفا وطويلا وأبيضا وأشقرا فكان له مهابدا فأتي به إلى السوق وجلد وشد حتى خلع كتفه وكان له في قبقية حياته مشكلتين وهو آثار خلع الكتف وسلس البول وكان في أواخر حياته لا يصلي في المسجد وإذا سئل يقول الناس أهل الأعذار إذن الإمام مالك مر ب ثلاثة مراحل كما قلنا هو مرحلة عندما سئل هل يجوز في العصل أموي عندما سئل عنه هل يجوز قتل الخارجين على الخلفاء كان يقول إذا خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فإن لم يكنوا مثل عمر بن عبد العزيز قال دعهم الله سوف ينتقم من الظالم بظالم آخر ثم ينتقم من كلهما هذه المرحلة الأولى ثم يأتي المرحلة الثانية في العصل العباسي عندما حضر مجلس الخليفة المنصور هو وابن سمعان وابن أبو ذؤيب فيغلظ له الاثنان ويطلب مالك أن يعفى عنه من الإجابة ثم يأتي المرحلة الثالثة عندما جمع المنصور الإمام أبو حنيف والإمام مالك وابن أبي ذؤيب وفي هذه المرة يغلظ ابن أبي ذؤيب وابو حنيفة ولكن الإمام مالك يقوله إن لم يردك الله أهلا لذلك ما قدر الله لك أمر هذه الأمة ثم يأتي المرحلة الرابعة عندما يصرح بدعم حركة النفس الزكية التي قامت في السنة ال 145 للهجرة وبعد فجأة يساق مالك للسوق ليجلد ويخلع كتفه ويصاب ببسلاس البول ثم يأتي المرحلة الخامسة أن الإمام مالك في كنف المنصور وفي عهد آخر حياته المصالح بين السلطة وبالتالي دعم المذهب ورويج له في هذه المرحلة سنكتشف أمرا أن الإمام مالك ومدرسة أهل المدينة أنه كان الحديث يتم عن نوع من الخلافة هو أيضا مستقر في آل البيت وليس الخلافة بالمعنى الذي يذكر في أذهاننا اليوم هم كانوا يتكلمون عن رجل صالح من آل البيت يقود أمر الأمة هذا هو حدود الموضوع الذي كان يتحدثون عنه والأمر الثاني أن الفقه المالكي كما شاهدناه سيولد داخل هذا الفضاء لذلك لن يستطيع أن يخج عن مسار الجزئيات حتى يتكلم عن الكليات وعن الفضاء السياسي وعن الحريات والعدل وهكذا إلى آخره وحتى نلتقي في الحلقة القادمة بشاهد آخر على هذه العصور نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله